السلام عليكم. شفتلكم هذا الكتاب مدخل الى الحياة حمد محمد الترباق بنصحكم فيه ككتاب هدية لأولادكم إذا عندكم أولاد بسن المراهقة بنقرأ من قبل الكبار ولكن هو أكثر مخصص للمراهقين 14 سنة 13 أو 12 سنة وفوق حلو فيه معلومات بسيطة وعميئة إلى معنى ولكن سلسة ومتنوعة فالكتاب معمول بشكل انه ما يزهق بنطمن موضوع لموضوع ومن نفس الوقت الكتاب صغير وقراءته سهلة جدا أنا خلصته بيوم بعض العنوين الحلوة بهذا الكتاب بيحكي عن الحياة عن العزلة أهمية العزلة التمسك بالحلم جراح الماضي انه الواحد ما يهتم كثير بالماضي ويتعلم منه فقط بس ما يخليه يؤثر على مستقبل تميزك قناعاتك الانتقال بالزمن تحقيق الأهداف كيف حياتك انه هي مش جمعية خيرية يعني اتعلم تقول لا لحتى انت ما يعني ما تخلي غيرك يضغطك بشكل انه يحرقك فانت قول نعم وساعد الناس بس بقدر اللي استطاعها وبشكل مدروس وما مش عايبة تقول لا اذا انت كنت مش قادر لانه في ناس بتستغلك بشكل انه بتروح لقطاقتك تحفيز طريق النجاح همم تناطح النجوم سن النجاح فيه موضوعات حلوة متما قلت سلسة وبعطيك امثلة من الماضي ومن الشخصيات التاريخية انك ما تكون نسخة تكون مميز تبحث جوات نفسك وشو فيه شغلات بتميزك عن غيرك غذاء العقل شو الفرق بينه وبينهن قارئ نهم ولكن انك تكافئ نفسك كيف تثقة بالنفس تبنيها اعلنه ميلادا جديدا لما تاخد قرار بالتغيير تطور هواياتك فيه كثير شغلات حلوة بهذا الكتاب التبسم اهمية التبسم بالتواصل مع الاخرين فيه شغلات حلوة قعدوا هيك يقرؤوا ومثما قلت الكتاب خرج انه تهدي لابنك مثلا بعيد ميلاده او انك انت تحطه بالمكتب يجوات البيت لحتى يتعود على القراءة ويستفيد من شغلات حلوة نفس الوقت ما بتزهق انه مش كتاب كبير بشكل ممل مدخل الحياة موجود حتى بالسويد بكل المكتبات اشوفكم ان شاء الله مقطع الجاكة معكم خالد والسلام عليكم اشتركوا في القناة